السلام عليكم شرحنا اليوم عن موضوع يبحث عنه الكثير من مستخدمي تيك توك ألا وهو كيفية قراءة الرسائل الواردة في التيك توك دون معرفة صاحبها أنك قد قمت بقراءتها بطريقة بسيطة وسهلة تابع الشرح نتوجه إلى تطبيق التيك توك وبعدين بنروح على الملف الشخصي ونتوجه إلى زر القائمة وبنفوت على خيار الإعدادات والخصوصية ونختار منها الخصوصية ستظهر عدة خيارات بنفوت على خيار رسائل خاصة بعد ذلك نقوم بإيقاف تفعيل حالة القراءة هذا الخيار فبعد قيامك بهذه الخطوة إذا قمت بقراءتي رسالة واردة خلني يعلم الشخص الذي قام بإرسالها أنك قد قمت بقراءتها للحصول على المزيد من شرحات التيك توك وباقي التطبيقات اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد